الزول الموبايل فيه غنى يمسح وينزل القرآن استفيد منه الله بيسألك من السمع إن السمع والبصر والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولا فجماعة الزول يتوب إلى الله سبحانه وتعالى الشاب المبصلي يرجع ويصلي لله تعالى الشاب التي لا ترتدي زي الشرع ترتدي زي الشرع ولا تلتفت إلى الناس ما تشتغل بالبنات بالأولاد بالساخرين من الأهل ومن غيرهم واحد كنا في أم درمان قبل خمسة أو ستة سنوات في بيت من البنات مشينا جامعة القرآن الكريم والمهم البت لتقرى في ثالثة وسمعت بعض النصوص وبقت المهم ترتدي زي الشرع إلى آخره وها لناس مدعصبين بالجهل وبالباطل فقام أخوها وبوها قاعدوها قال لها تاني نحن ما نشوفك لابس الشي الأسود ده قالت لهم ده من الدين المهم لما ناغشوا كثير قالوا لا تاني ما تلبسوا ده في بلد إسلامي البت بقت بتشيل بتلبس لبس ساتر المهم بعد ذاك بتشيل باقي باقي المهم حيابة فبتمشي جارتها أو صاحبتها في الطريق فبتدخل بيتها بتلبس بعد ذاك بتمرك والصلاة مرحلة زي دي بعد فترة أخوه عرف والذي ربع السماء والكلام ده حدث كلام صحيح خبر صحيح وبتقر فيه ثالثة فاضي الله سنة وتتخرج أخوه عرف بذل يشكروا الله كونه بيته يعني لابسة زي الشرعي وكذا وكذا يشكروا الله سبحانه وتعالى جو قاعدوا تاني قال لها انتي بتعملي كذا وكذا وكذا ونحن عرفناك فيا الجامعة يا الليبس ده يعني يا همه انه الجامعة تمشي من غير الليبس ده ولا دارة تلبس لبسك ده تقعد في البيت ما تمركي قالت له انه ما مستعد ده أمشي متبرجة الحافلة فيها خمسة وعشرين نفر دي خمسة وعشرين سيئة والشارع فيه كم نفر دي كم سيئة وأمشي في الطريق وإلى آخره فقتلهم خليتها والذي رفع السماء خلت الجامعة مرة واحدة وفيه ثالثة وناس كتار زي ديل ابتلاء بمن ربيو في بلاد زي بلدنا دي فالمرأة ابتلى إذا قامت بأمر الله سبحانه وتعالى وسيبتليها الله تعالى هل تصبر أو لا تصبر وهي في ضغوط من قبل المجتمع الذي يأبى بعض هذه الأحكام إما لجهله أو لاتباعهم للأحزاب المنحرفة أو لتأثرهم بالعلمانيين أو بغيرهم فهي تصبر وتصابر حتى تلقى ربها وهو راض عنها سبحانه وتعالى والمرأة إذا استقامت أمرها عند الله عظيم شكيه رب العز والجلال نزل سورة كاملة ما في سورة اسم سورة الرجال لكن في سورة اسم سورة النساء وفي سورة عديل سم سورة مريم وأنزل الله آيات وقامت حروبات بسبب هذه المرأة فهي مكرمة عند الله سبحانه وتعالى فلذلك الواجب عليها أن تتق الله في نفسها وفي غيرها وفي المجتمع وكثير من البنات الوحدة تلقى في أصلها يعني فيها من الاحترام ومن الأدب لكن تجهل بعض الأحكام وتتساهل وهذا من المهلكات واحدة تلقى محترمة لو ولد قرب منا تحرق لكن تلقى ليبسها مخالف للشريعة وإذا قرب منا فلان من الناس بالصد وتلقى عندها من الحياة والأدب لكنها في ابتلاء في أنها تقع في مثل هذه يعني مثل هذه الألبسة التي تخالف شرع الله السبب التقليد أو الغريزة التي في المرأة أنها تحب التزين أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين لكن لو تذكرت هذه المرأة أنها تفتن غيرها بهذا اللبس وأنها مسؤولة يوم القيام عنه كما جاء في صيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما البقو على النار منه البقدر مننا على النار منه صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات مميلات لغيرهن ومائلات أيهن عن الصراط المستقيم رؤوسهن أو في مشيتهن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة زي سنام البخت السنام الأسنم جمعي سنام والبخت الناغ رأسه قال لك زي السنام شعر فوق وده موجود الآن تشوف قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا أهي لما انتمش أهي متبرجة تفتن الشباب تفتن الشباب واحد كم من شاب حرف بسبب مرأة بسبب نظرة تهلكه كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحي الإليه والصالحين بل ولا يكتفي الشر ولا يقف الشر عند هذا الحد بل إذا رأتها من رأتها من النساء واقتدت بها فلها من الحظ من الذنب الأمر العظيم أصله دي متبرجة ماشية هي ما جايب خبر هي ماشية في طريقة ولا تشافه فتتن بها ماشية وبقى تصورة في قلبه وبقى السبب إلى هلاكه وفي بتشوفها بتمشي تقتدي بها بتلبس زي لي بسا ودي مشت بيتها ودي اقتدت بها الزني بجائية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا فلذلك الواجب على الكل أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يتذكر فهذه أربعة أمور الفرار إلى الله تعالى من الجهل إلى العلم ومن الشرك إلى التوحيد ومن الغفلة إلى الذكر ومن المعصية إلى الطاعة الزنوب الزلماء ما يحقر ما يقول دا زنيب صغير وأنا بعدين بعد أكبر وكذا 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 الزنيب دا قد يهلك كما قال عبد الله بن مبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وقال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالد ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد وهذه الخواطر الواجب على الشباب أن يدافعوها وإلا فأكثر معاصي الشهوات من أكثر تأجيجها من أكثر أسبابها الخواطر تجي خاطرة خيالات وزوله ما قطع الخيالات دي بتذكر الله وبتذكر الدار الآخرة ولانشغال بالطاعة قادته هذه الخواطر إلى المهالك إلى المهالك ما تتطرد مع الخواطر البجيك في راسك خاطرة بتاعت شهوة إلى غيره إلى آخره فتبقى لك سبب هلاك وإنما تتق الله ربك سبحانه وتعالى وفي ختام هذه الكلمة يسير العبد إلى الله تعالى بأن يتوب إليه وأن يقبل عليه بقلبه وبكليته وأن يقوم من الليل فيتدرع بين يديه سبحانه وتعالى وأن يشكو إليه هذه المصائب وهذه المحن وأن يتذكر الموت والآخر والقبر وأن يصاحب الصحبة الصالحة التي تعينه في هذا الطريق كما قال موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا وأن يحرص الكل على طلب العلم لو في رسائل زي الرسائل دي والكتب والآن عندكم معرض الحمد لله الناس تخش تقرأ الكتب تستفيد والزول يحوذ نفسه أي معلومة يتعلم يعمل بها ويجاهد نفسه أعظم المجاهدة أعظم المجاهدة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى من استولت عليه الشهوات لا يصح له زهد ولا ورع الزهلة اللي بتبع الشهوات ده زهد مبصح ولا ورعه كيف زاد في الدنيا وهو متعلق بشهوات وقال ومن غلب شهوته وغضبه خاف منه كل شيء ومن غلبته شهوته وغضبه خاف من كل شيء حتى من ظله يخاف من أي شيء والبغلب شهوته وغضبه ده بكم مهاب بكم مهاب فالإنسان يستقيم ويتق الله سبحانه وتعالى وينشر الخير والزولة جماعة العرف خير ما يكتفي به نفسه يصاحب البيت صاحب فلانا لما فلانا تستقيم وتحرص على الخير تقديم الخير لا هو الولد يصاحب فلانا من الناس حتى يستقيم وكذا وكذا والناس تجتنب كل أسباب الهلاق جزاكم الله خيرا على حسن السماع بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا